طارق عبد المنع مسيح خير أفن مسيح النوري تديت مجال الرياضة إزاي؟ أنا من صغري محب للرياضة وكنت بمارسها بشكل عام بروح الجيم بتفرج على فيديوهات بحب جدا التحدي في موضوع الرياضة ده قبل انضمام الكلات العسكرية أو منضمام الحياة العسكرية عامة فيمكن ده الهدف أو ده الحاجة للاساعدت أننا نضم للكلات الحربية بشكل أسرع أو بحاجة فيها أريحية لها لأننا متعود على الروتين ده الرياضة هي عبارة عن التزام فالالتزام اللي هي دي تول الرياضة خلت سحل عليها بعد كده الحالة العسكرية ده قبل ما نضم لكلات الحربية بعد كده نضمام لكلات الحربية دخلت هي الفرض العسكري مبني على الرياضة أنت عشان تبقى فرض عسكري ناجح من ضمن العوامل الأساسية أن أنت تبقى شخص رياضي فالحمد لله انضمت للك كلات الحربية وكنت من المميزين في اليقاء البدنية هناك اللي يغضي الفيزيك العامة اللي هي الضغط والبطن والعقلة والحمد لله اللي عبت بطولة الكفاءة واخدنا أول كلات ومعادة العسكرية وبعد كده جد فيه كتت أول بطولة من نوعها وما تكررتش تاني بعدها كتت كلات ومعادة العسكرية على المستوالات العربي وشارك فيها دولة ليبيا ودولة السلطانات عمان والأردو والحمد لله خدنا أول وأنا كان لها يعني شرف أن أنا مثلت اسم كلات الحربية والحمد لله رفعنا العالم وكتبت من نسبة كبيرة في اللي نحن أخدنا أول يعني يعني بطولة الكفاءة بطولة الكفاءة ديت هي عبارة عن بطولة بتلعب خمس ألعاب الضغط والبطن والعقلة والوزب من السبات والجري التردودي يعني بتتكون الخمس ألعاب دول الخمس إفنتات دول انت بتعملهم وراء بعض يعني بتخلص مريل العقلة التيم كله خلص مريل العقلة بنقش على التمرين اللي بعده اللي هو البطن بتخلص بنخش على الضغط بنخلص بنخلص على التنجيل بعده اللي هو الوزم السبات بنخلص بنخلص على الجري آخر حاجة بتنينها خلص الجري دي كانت بطولة الكفاءة اللي هي بتنفذها في كلاته معدى عسكرية هي طبعا بتشمل كل عضلات الجسم وبتشمل إن الشخص ده لازم يبقى لقى بدنياً في كل الألعاب يعني إنها بتشمل كل حاجة أنت داخل بشخصية الرياضي يعني اللي أنا فاهمه منك إن أنت لازم اللي يلطحك بكلات العسكرية أو القوات المسلحة يكون راكب شخصية رياضي تمام لأن هي الرياضة عمتاً زي ما قلت حاجة في الأول هي بتخلي الشخص أولاً عشان أنت أي رياضي على مستوى العاب الفردية أو العاب الجماعية لازم عشان يوصل لهدف أو يحقق نجاح يبقى عنده خطة ماشي عليها ملتزم بيها لازم عشان يوصل لأغط بطولة عالم لازم ألتزم بخطة أكل لازم ألتزم بخطة تدريب بساعات نوم فبتخلي الشخص يخش كده في قلب الالتزام للانضباط أعمل ده ما أعملش ده غير إن الرياضة بتخليك تتغاضع عن شهوات كتير إنه إنسان معرض له بالذات مرحلة الشباب فهي الرياضة كتعامل أساسي فعلاً للفرد التحول من الحال المدنية للحال العسكرية وده فعلاً هي اللي ساعدتني في إن أنا أكون ناجح في الكلارة الحربية